اشتركوا في القناة فلسنة إذا كبر الإمام أن تبادل فتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كبر فكبر والفاء تدل على الترثيب والتعقيم يعني من حين يكبر وينقطع صوته من الراء في قولها الله أكبر فكبر عنه ولا فاشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من إلى جنبك فإن هذا يخوتك إدراك فضل تكبيرة الإحرام نعم هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب جلني مقيم الصلاة ومن ذري يتيمين لكن إن دعاء به لا بأس نعم